أوردت صحيفة الواشنطن بوست في تقرير لها أن رئيس الأمريكي دونالد ترامب وابخ خلال مكالمة هاتفية رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول منتقداً اتفاقاً أبرمته السلطات الأسترالية مع إدارة السلفة لاستقبال اللاجئين من أستراليا في الولايات المتحدة وفي تغريدة وصفت دونالد ترامب الاتفاق بالغبية صحيفة الواشنطن بوست قالت أن ترامب أنهى اتصاله مع تورنبول بشكل مفاجئ بعدما انتقد الاتفاق الموقع مع الإدارة الأمريكية السابقة لاستقبال قسم من اللاجئين الصحفيون سألوا رئيس الوزراء الأسترالي عن الحادثة فأجاب قائلاً أقدر اهتمامكم لكن من الأفضل أن تعالج هذه الأشياء وهذه الأحاديث في سرية إذا ما رأيتم تقارير عن ذلك فلن أضيف شيئاً وتعتبر أستراليا من أقرب حلفاء الولايات المتحدة وهي من مجموعة الدول التي تعرف بالعيون الخمسة والتي تتقسم معها واشنطن بانتظام معلومات استخباراتية رغم ذلك كان تقييم ترامب مخالفاً